أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وليوم إن شاء الله أنا لدي نصيحة لطلاب اللغة العربية المبتدئين دان هرين إن شاء الله سيأدب بربا نصيحة أنت موريد موريد بحث عرب أتو ينجب لجار بحث عرب خصوص أنت بمولا طيب النصيحة هي أن عقلك أو تفكيرك إن كان فارغا فلن تجد شيئا تخرجه على لسانك نصيحة نية أدالة جيكا أكالموئتو أتو فكيران موكوسون تيدا أدا سسواتو دي سني برارتي تيدا أدا ين أكان كلوار دي لدهنية فالنصيحة باختصار تقول إحفظ إذا أردت أن تتكلم اللغة العربية جدي نصيحة نية إتو أدا له جيكا أنداء إن بربتشار بحث عرب حارس حفل حارس حفل طيب السؤال الآن كيف سنحفظو أو أولا ماذا سنحفظو وكيف سنحفظو ومن أين سنحفظو جدي disini ada beberapa pertanyaan kalau pertanyaan yang pertama kenapa kita حارس حفل sudah saya menjawab agar ada sesuatu keluar di أشبكان gitu apa saja yang kita حارس حفل جمانات شرح حفل نية دان ستروس نية أولا إذا أردت أن تحفظ فبحث عن كتاب عربي جدي ينبر تماجيكا أنداء إن حفل بحث عرب حارس داري بوكو أران عرب أتو بوكو داري عرب لابد لا بد لا بد حارس 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 لماذا؟ حتى تضمان أن تركيب سليم والمفردات في سياقها المناسب أجار أدى جامينان باهوا سسنان كلمات-كلمات إتو بالنار دان ستيابكو سكاتا دي تنبات ين تبات تمام لابد أن يكون الكتاب عربيا جادي حارس بكو إني بكو بها سعر السؤال بعد ذلك ماذا سنحفظ أبس جاين كتا أكان منحفل أولا تستطيع أن تحفظ الجمال الكاملة ينبرتما أن تبسا منحفل كلمات ينلنكب ليس المفردات لا تحفظ مفردات بنفسها جاين حفل كسكاتا سنديري كسكاتا سنديري جاين يذهبو برجي يرجعو بولن مدرسة سكالة مدرس جورو لا تفعل جاين سالة إتو إحفظ جمال كاملة حفل كلمات ينلنكب هذا أولا ثانيا إحفظ محادثات قصيرتا حفل برجكة بنيان بندئ بندئ ساعة كيف حالك؟ مسمك اسمي محمد من أين أنت أنا من مصر مع السلامة إلى اللقاء خلاص جاين بات برطانيان ماكسما لما برطانيان للإخبار المباشري جاين كلاو برشكبان إتو انتو كومونيكاسي جيكا أندا تانياء أدا تمان من جواب أتو أدا تمان تانياء أندا من جواب أكان تتبيكا لابراجراف إتو انتو من خبري سسواتو من سنبايكان سسواتو ينبايكان له إنفرماسي إنفرماسيكان إحفظ فقرات قصيرة حفل باراغراف يان باندك طيب إذن عندما تحفظ عندما تحفظ ستكون اللغة العربية في ذهنك بتراكيب كاملة جاين جيكا أندا من حفل برارتي بحس عربيتو أكان أدا دي سيني دنن سو سنان يان لان كب وبتعبيرات فصيحة دن دنن انكبانيان فصيح جوجا وعندما تحفظ لابد أن تكون بحركات كاملة حتى في آخر الجمل جيكا أندا من حفل حارس دنن حركات يان لانكب ولو بن بدا آخر كلمة نية إذن مثلا أنا أستيقظ من النوم ثم أدخل الحمام ثم أتوضأ للصلاة وبعد ذلك آكل الطعام ثم أذهب إلى المدرسة خلاص جديئة بجيني باراغراف بندك دنن حركات يان لانكب هذه الفقرات والمحادثات والجمل حاول أن تمارسها تسميعا مع أصحابك أو حتى مع شخص من أسرتك جديا أندا سدح فالإتودة لبحث عرب أندا حارس من أولا أتو مراجعة تسميع سبرة القرآن الكريم برسمات تمن أندا أتو أوراندي كالوارجامو آنكمو سودرامو كاكا آديك بابا إبو بيجيتولا تمام نصيحة قصيرة لكنها مهمة وستفيدك في المستقبل حتى لا تفكر قبل أن تتكلم جدي نصيحة يان بندك إتوب بنتنسكالي أنتؤمو أجار كدبا ياجيكا أندا إنين بربشار بحث عرب تداء كان فكر مشكلة كثير من الطلاب أنهم يريدون أن يعبروا ويتكلموا لكن يفكرون أولا نص corpses ي Lena يا سريng نصيحة محاولاتêtre يموريج بحث عرب مليان أخرى أرغب ببير صحيح أرغب سبري سفيدي أرغب أغاند Потب美 أجب أن يفكر أجب الى كلمرة كما أن motsرب أجب شيئذ detgu ما قم تvik إسمه المظ any جدي مثلاً لو قلت لك أنا مريض شونتوه يا سأقول أنا مريض سأساكت سأقول شفاك الله هذا دعا جادي يجاوب أندا شفاك الله اوكي يتو دعا يا اكا أنت تبقى لو أدا أنك بانيان سسوى شوشك جوغا جيكا أندا سدى حفال جادي اناك سكال الله لبه فصيح أرجو لك الشفاء العاجلة سموغ لك السمبوه هكذا سموغ لك الشفاء العاجلة إذن هذا جواب فصيح وستقوله بسرعة لأنك حفظته من قبل جادي إني جوابيا فصيح دان أندا أكن بلاندنغا شفاك كارنا أندا برنه سدى حفال خلاص إن شاء الله بذلك انتهيت بيكيتو سايا سدى سلاساي شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر أمان الله لا ترجمة نانسي قنقر شكرا